لا شيء يفوق ولع الصغار بلعبة كرة القدم في البرازيل وتعرف من تسابق أرجلهم إلى ركل الكرة مدى الحماسة والتصميم على احتراف هذه اللعبة والفوز بالألقاب العالمية هنا في حي مورو ديمينيرا بريو دي جانيرو وجد أطفال المهاجرين فرصة لإطلاق العنان لطاقاتهم في هذا الملعب بعد المدرسة لكن دون أن يعلموا وجدوا أنفسهم على أبواب الشهرة مع اختيار ملعبهم من بين عدة ملاعب في المدينة لاختبار برنامج لتوليد الطاقة الكهربائية من حركة أرجلهم أثناء الجري واللعب بدأ العمل في المشروع منتصف العام الماضي وتولت شركة هولندية نزع الغطاء العشبي للملعب وكسوه بمائتي لوح ممتص للطاقة رصت على صفوف أمام منطقتين الجزاء في طرفي الملعب ثم ربطت بأسلاك كهربائية وثبتت بنظام صرف للمياه شمل المشروع أيضا نصب ألواح شمسية لاستكمال عملية توليد الطاقة في الأيام العادية ثم وطي الملعب بالكامل بطبقة من العشب الصناعي وتعتمد تقنية الألواح على نظام تروس ومحركات صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية ثم بثها عبر نظام ضوئي أو تخزينها في بطاريات كي تستخدم لاحقا قسم كبير من اللاعب يجري في الوسط حيث ثبتت خمسة خطوط من بين عشرين لوحا لامتصاص الطاقة أنت لا تستطيع رؤيتها ولكن يمكنك سماع وقع الأقدام عليها طبقت التقنية في عدد من الأماكن العامة لكن هذه هي أول مرة تستخدم لتسخير طاقة اللاعبين في ملاعب كرة القدم ويوفر المشروع 250 واط من طاقة ليد وهي كافية لإنارة الملعب لليلة كاملة فتح نجاح المشروع شهية بلدية ريو دي جانيرو لتطبيق التقنية في ملاعب أخرى ومحطات الأنفاق والشوارع أما بالنسبة إلى سكان الحي فقد كانت الفرحة أكبر بحضور نجم الكرة البرازيلي بلي حفل افتتاح الملعب والعديد من المباريات والبطولات المقامة فيه نزع الغطاء العشبي للملعب وكسوه بمائتي لوح ممتص للطاقة رست على صفوف أمام منطقتين الجزاء في طرفي الملعب ثم ربطت بأسلاك كهربائية وثبتت بنظام صرف للمياه شمل المشروع أيضا نصب ألواح شمسية لاستكمال عملية توليد الطاقة في الأيام العادية ثم غطي الملعب بالكامل بطبقة من العشب الصناعي وتعتمد تقنية الألواح على نظام تروس ومحركات صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية ثم بثها عبر نظام ضوئي أو تخزينها في بطاريات كي تستخدم لاحقا قسم كبير من اللاعب يجري في الوسط حيث ثبتت خمسة خطوط من بين عشرين لوحا لامتصاص الطاقة أنت لا تستطيع رؤيتها ولكن يمكنك سماع وقع الأقدام عليها طبقت التقنية في عدد من الأماكن العامة لكن هذه هي أول مرة تستخدم لتسخير طاقة اللاعبين في ملاعب كرة القدم ويوفر المشروع 250 واط من طاقة ليد وهي كافية لإنارة الملعب لليلة كاملة فتح نجاح المشروع شهية بلدية ريو دي جينيرو لتطبيق التقنية في ملاعب أخرى ومحطات الأنفاق والشوارع أما بالنسبة إلى سكان الحي فقد كانت الفرحة أكبر بحضور نجم الكرة البرازيلي بيلي حفل افتتاح الملعب والعديدة